حسن الظن برب العالمين جل جل جاء في الأثر أن موسى عليه السلام سأل ربه يا رب إني أراهم يقولون يا إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب فعلى ما خص هؤلاء بهذا بأن ذكروا معك فهوح الله جل وعلا إليه يا موسى أم إبراهيم فما خير بين اثنين أنا أحدهما إلا اختارني وأما إسحاق فقد جاد لي بنفسه وهو بغيرها أجود وأما يعقود فكلما ازددته بلاء ازداد حسن ظن بي ووالله من يعرف عظلة الله وسعة رحمته لا يملك إلا خيارا أوحدا هو حسن الظن برب العالمين جل جل نحن نذنب وليس ننعه إلا الله يغفر ذنوبنا نحن نطيع الله بتوفيقه وليس لنا إلا الله يثيبنا على طاعتنا ولنا عيوب تلبسنا بها وليس لنا إلا الله يسترها فمن أحسن الظن بربه تبارك وتعالى كان الله جل وعلا له كظنه بربه تبارك وتعالى والمعنى كما جاء في الحديث أنا عند حسن ظن عبدي بي أو أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء ومن عرف الله وسعة رحمته لا يملك إلا أن يحصن الظن بربه اجتمع أبناء يعقوب عليه شيخ كبير شابت لحيته وحدودب ظهره وعميت عيناه ومع ذلك يذكر يوسف وتولى عنهم قال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الفزن فهو كريم قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم تمر أقوال وأحداث إلى أن يقول الله جل وعلا عنهم قال إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهي فارتد بصيرا ماذا قال لهم ذكرهم بحسن ظنه بربه قال الله قال ألم أقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلم وإنني أخاطف كل مغتلى والله إن الله أرحم بك لنفسك وإن الله جل وعلا قادر على أن يغيثك وأن ما أنت فيه هو خيرة الله وخيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك ويحتاج المرء مع ذلك إلى أن يكثر من ذكر الله ويصبر نفسه ويرى سير الأخيار والأبرار الذين صبروا على ابتلاء ربهم تبارك وتعالى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر